مساء الخير، فخامة الرئيس، رفاقنا وأهلنا بالتيار وبالمتن نلتقي معكم بفرح مجدداً بعشائكم السنوية ومنشكر الجهد المعمول لهالجمعة الحلوة من هيئة القضاء ومنسئة إليخوري اللقاء مع التيار بالمتن له دائماً نكهته وخاصةً بحضور فخامة الرئيس المؤسس العماد بيشيلعون يلي عودنا نحكي بمسؤولية وبصراحة مع المجتمع التياري والمتني واللبناني المجتمع المتني هو نموذج للبنان بفكره المتعدد المتن الموجود بوسط خريطة لبنان هو الممر الجغرافي ما بين المناطق والقلب وهو الممر الفكري بين مكونات الوطن وأحزابه التيار بيشبه المتن بانفتاحه وبتنوعه الطبيعي والسقافي والاقتصادي وبيروح التسامح وعدم التعصب عند أهله أهلنا المتنيين مشاكل المتن كتيري مثل مشاكل لبنان ماء وكهرباء وصرف صحة ومواصلات وعجئة سار وزبالة وغياب الدولة وتحلل مؤسساتها زادت من المشاكل مثل تسكير الدواير العقارية ومشاكل الميكانيك ومعانات الناس معهم وحرمان الدولة من مداخلهم زيد عليهم مشكلة الناس حين غير الشرعيين واقتزاز بعض المناطق فيهم وخاصة برج حمود والنبعة هالمنطقة العزيزة علينا ويلي أصلاً عم بتزيد المشاكل فيها بين أهله ويلي شفنا من أسبوعين تعدى وإتال هو غير مقبول بين أهل مفترض يكونوا عايشين سوى من سنين بتقاخة ومحبة ومش باعتداء واستقواء وهي مظاهر ما بتشبه المتن وأهله وسلميتهم وتسامحهم المتن كمان نحرم مثل كل لبنان من كتير مشاريع كانت محضرة لأله من أيام موريس الجميل الإنمائي والمخطط العمراني الأول لأيام الرئيس عون والتيار الوطني يلي عملوا عدة مشاريع وقف للأسف اسم كبير مننا بسبب 17-20 والإنهيار المالي إذا قدرنا أمننا التمويل لاستكمالها لح تكون الكلفة أكبر بكتير من قبل وهيدا تمن عم ندفعه كمواطنين وكدولة كل ما صار عرقلة لمشروع حيوي وهيدا هو قصر النظر لما بالنكد السياسة بتم عرقلة وتوقيف المشاريع الإنمائية إذا بدي عدد إذا بدي عدد بس لمشاريع يلي توقفت بأيامنا وإلى أولوية وضرورة لمتابعتها وتأمين التمويل لإله بعدد عشرة واحد وصلت أوتوستراد العطشاني يلي صارت على آخر وبتربط أوتوستراد انطلياس بكفية بالمتن السريع اثنان وصلت بعبدات لمتان يلي بتكمل لتربط المتن بزحلة ثلاثة وصلت تخطيط طريق الأمم من صنين لبكيش وصولا لفقرة أربعة وصلت المكلس المنصورية عين سعادة وبيت مري هلأ بتزعفه بس هم توقفوا بالعجلة هونيك خمسة وصلت النقاش الرابية أوتوستراد بكفية ويلي بتشيل الزحمة عن طاطعات انطلياس ستة الأوتوستراد الساحلي بين الكارانتينة لطبرجة سبعة محطة الصرف الصحي بالكارانتينة يلي بتجمع وبتكرر معظم شبكات الصرف الصحي بالمتن وخاصة بالساحة ثماني مطمرة جديدة ومطمرة النفايات فيه ومعه بتنحل مشكلة مينة الصيادين وتسعة مزرعة الطاقة الشمسية على نهر بيروت يلي ركبنا أول ميجاوات فيها وكان مفروض نستكمله بعشرة ميجاوات وعشرة سد بقعاتة يلي توقف لسبب واحد هو إفلاس الدولة وكل كلام غير هيك هو كاسب للقول بأن الصدود مشروع فاشل بالوقت هيدا السد هو الحل الوحيد لتأمين مي الشفة بانتظام للمتن تخيلوا معي بس لو هيدا المشاريع تنفزت قدى كاني تغيرت بحياة السكان بالمتن يلي هن فوق النص مليون هيدا غير يلي بمروا بالمتن طيب هيدا مش ظلم ومش ظلم أنه نتهم التيار وانحملوا مسئولية الفساد بلبنان بالوقت يلي الفسدين هن يلي وقفوا وعرقلوا مشاريع الإنماء والإصلاح بالبلد ليبقى مزرعة ومش دولة رفاق بالتيار وأهلنا بالمتن وبتسألوا بعد هيك ليه صار الانهيار المالي بلبنان وليه لما أجت ثورة المواطنين الصادقين لتساهم بالتغيير والإصلاح عربش عليها وحرفة عن أهدافها بعض المدفوعين المش صادقين ليوجهوا الظلم والاختيال السياسي الكاركتر أساسينايشن على رئيس الجمهورية وعلى التيار ورئيسه يقدروا يغشوا أو يغسلوا بالإعلام عقول بعض اللبنانيين لبعض الوقت بس ما بيقدروا يغشوا ويغسلوا عقول كل اللبنانيين لكل الوقت الحقيقة بلشت تظهر والناس رجعت وعيد وهيديا بفضل صمود التيار وبطولة ناسه ونضالهم وكرامتهم يلي ما نكسروا ايوة كبيرة ايوة كبيرة من الخارج خططت لتدمير العهد والمتواطئين بالداخل استغلوا ثورة 17-20 لحتى يضربوا التيار الوطني الحر ويضربوا الإصلاحيين والأوادم بالبلد اما التيار الوطني الحر فاتفهم غضب الناس المشروع وحاول يترجموا بإكرار الأوانين الإصلاحية يلي قدمها فورا لحتى نرد الأموال يلي طارد قدمنا قانون الكابتال كونترول حتى يوقفوا تهريب الأموال استنسبيا للنفذين لبرة قدمنا قانون استعادة الأموال المحول إلى الخارج لحتى نعيدهم نرجعهم للمودعين الأوادم قدمنا قانون كشف حسابات وأملاك القائمين بخدمة عامة من سياسيين وموظفين لحتى نكشف مين عمل إسراء غير مشروع على حساب الدولة ونرد الأموال قدمنا قانون استعادة الأموال المنهوبة وقانون كشف السرية المصرفية لحتى نسهل التدقيق الجنائي لحقنا التدقيق الجنائي لمررناه غصب عن كتار ولما نعمل حجبوا عن الشركة المعلومات لحتى قدمي التقرير الأولى وقالت أنها بحاجة لها المعلومات لتستكمل عملها وفرجت فجوة مالية بحجم 60 مليار دولار هذا مش نحنا عم نقول هيك هذه شركة ألفاريز ومرسال بتقريرها الرسمة قالت في فجوة يعني في نقص 60 مليار دولار وبيّنت الجرائم المالية من فوري لأوبتيموم للهندسات المالية بالداخل وبالخارج نحنا لحقنا لحقناهم ولحقنا الأوداط مع الأوداط الأوادم لحقناهم لحقنا الحرامية يلي على راسهم رياض سلامة نحنا نصرخ لوحدنا مع بعض الأوادم والبقية سيكتين ومتفرجين لبل معرقلين داخلكون وينون اليوم وين أصواتهم وين أصوات الثورة يلي طلعت بوجنا كلهم سكتوا قدام ولي نعمتهم حاكم لبنان المالي لأنه كل المال من عنده ومن الخارج لمولهم ولهيجهم هلأ اليوم هنه عم يهدروا الوقت بالكلام المعصول عن الودائع على شو؟ الودائع المقدسة مؤدسة وعملوا فيها هيك كيف ما تكون مش مؤدسة وما بيعملوا شيء لاستردادة لأنه راحت هاي الودائع راحت وما بترجع بالحكي هاي دي بترجع بالشغل بالقوانين بالقضاء بالإصلاح هنه بيحكوا نحن شو عملنا بالمقابل نحن قدمنا القوانين قدمنا الشكاوة بالقضاء قدمنا تديق الجنائي واشتغلنا على اللامركزية والسندوق الاقتماني لمركزية لحتى ندعم حق كل اللبنانيين بالإنماء المناطئة من الأموال يلي عم بيدفعوها من جيابهم ببلداتهم لحتى كل بلدة ومنطقة تستفيد من ميزاتها وإدراتها مش حتى نقصم البلد بالعكس حتى نوحده بالإنماء نوحده بالمركزية النقدية والدفاعية والخارجية السندوق الاقتماني قدمنا قانونه مش لنفرد بأصول الدولة وممتلكاتها وما حدا يعزنا ويشور علينا نعرف حالنا شو عم نأمل بالعكس قدمناه لحتى نحافظ على هالأصول والممتلكات ونزيد لمنقيمتها ونستفيد منها لتقديم خدمات جيدة للمواطنين ونزيد مدخيل الدولة منها لحتى نأمل أعمار على المستوى الوطني ككل مش بس المناطق ولحتى هالمدخيل الإضافية تساهم بإعادة جزء من أموال المودعين طبعا إعادة جزء من أموال المودعين من بعد ما المصارف تشارك بحصتها المسؤولة عنها مش تتهرب منها من بعد ما المصرف المركز وحيكمه السابق يردوا الأموال يلي نهبت بالهندسات والسمسارات ويلي عم لقيها موزعة بين سويسرا وإلمانيا واللوكسنبور وفرنسا والله أعلم واصلين لباناما هيدا يلي عملوا التيار الوطني الحر وأنا بقلكم يا أهلنا المتنيين أنه بالرغم من كل شي تعرضنا له ما سوامنا ولا تنزلنا ولا تراجعنا كملنا طريقنا بمواجهة المنظومة وقلنا منواجه ولكن منحاور بنفس الوقت لأنه وحدنا ما عنا الأكترية وما منقدر ننجز إذا ما منحكي مع البقية كملنا بطريق الإصلاح ولكن مدينا إيدنا للحوار وللتفاهم لنخلص البلد الفراغ بالرئاسة ما منقدر نعبيه لوحدنا ما نعنا حدا يفرض علينا من خارج إرادتنا ومن خارج تمثيل ناسنا ما قبلنا حدا يفرض علينا بس ما فرضنا على غيرنا مع أنه حقنا التمثيل بيسمح لنا هالشي قلنا منتفاهم شو المشكل قلنا منتفاهم طالما ما حدا لوحده قادر يوصل رئيس لكن للأسف فيه مستفيدين من الفراغ وريخبين أنه يطول لأنه رهانهم هو على حروب الخارج أكبر من رهانهم على سلام الداخل نحن منفتحين على الجميع لنعبي موقع الرئاسة ومصرين نكمل بكل جهودنا للتحاور والتشاور مع الجميع لنخلص البلد من أزمته الانفتاح مصرين عليه وطنيا ومتنيا ومن دون عقد ومن دون استثناء لحدا الحر والوطني ما بيخاف يحكي مع حدا ولا بيتوهم أنه إذا هو قوي ما بيقاد يحكي وكأنه وحده قادر يحكم البلد وهو مش قادر يطلع من بيته أو من قلعته نحن نحن بنحكي مع الناس وين ما كنا إذا كنا فوق وإذا كنا تحت وإذا هن كانوا فوق أو كانوا تحت ما في يوم رفضنا نحكي مع حدا لأننا واسقين بحالنا وبقضيتنا يلي بيرفض يحكي بيكون ضعيف وما عنده حجة بيرفض يحكي بالوج لأنه بده يطعن بالظهر يلي مدلنا إيده متنيا مديناله إيدنا وفتحناله قلبنا ومنوضع عقلنا معه لنشتغل سوا بالبلديات وبالنيابة وأكيد مع رفاقنا حزب التشناك يلي هو رفاقنا بالتكتل ويلي فيتحيله قلبنا وعقلنا وإيدينا ومع كل مين بيتجاوب معنا لحتى نحسن أوضاع البلدات والقضاء ونشتغل سوا بإنماء المتن ومنعمل ساحله جنة على الأرض وشو بينقصوا للمتن بساحله وبوسطه وبجرده شو بينمع أننا نرتب البحر ونستثمر ممتلكات الدولة ونوسعها وننفذ مشروع اليانور ونعمل جزر أو امتداد لليابسة مثل ما فيه بالإمارات وبكطر وبالسعودية شو بيمنعنا عقلنا طاقاتنا قدراتنا شو بيمنعنا إلا منظومة عم بتعتل علينا حياتنا وتنكد لنا عيشتنا نحن اللبنانيين منعمر بالخليج وبالعالم كله ما منعرف نعمر بلدنا منمد إيدنا لكل الناس بالتيار الوطني الحر لنعمر المتن والبلد الاغتيال المانوي يلي تعرضنا له بأموال وبقرار من الخارج أخطر وأصعب من الاغتيال الجسدي وسامحنا وصفحنا وما حسبنا ما حدا ينمر علينا بالشهداء نحن منحترم كل الشهداء واليوم منحني إجلالا لشهدائنا بالجنوب منحني إجلالا لشهدائنا بالجنوب يلي ولو كنا مش موافقين على استراتيجية الهجومية لأن نحن متفقين معهم على استراتيجية دفاعية مش هجومية ولكن هن عم بيستشهدوا بالجنوب ونحن عم نعيش وعم نصيف بقية لبنان ولو ما عم بيستشهدوا كانت اشتحتنا إسرائيل لهيك لهيك يا رفاق بالتيار ما حدا يشوف حاله على حدا ولا حدا يستقوي على حدا بشهدائه كلنا لازم نستقوي ببعضنا بوج الخارج وإسرائيل بالنهاية بدي أقول يا رفاق بالتيار أنه مش قليل يكون التيار الوطني الحر هو الوحيد وباعتراف الكل ما عنده ارتباطات خارجية بتأيد قراره الوحيد لا مربوط بمال ولا بسلاح ولا بملف أو بمصلحة خارجية بيقدر يحكي مع الكل ويتعطى مع الكل واليوم علاقاتنا مفتوحة مع كل الدول الكل ما عنده اسرائيل طبعا من دون ما نكون ملزومين بموقف حدا ليه لأن نحن تيار وطني حر وما حدا يحاول يلعب على الكلمة ما حدا بيقدر ياخد محل التيار الوطني الحر لا بتاريخه ولا بحاضره ولا مستقبله ما حدا بيقدر ياخد لنا ويسرقلنا لا ندالنا ولا كرامتنا ولأنه نحن تيار وطني حر ولأنه استقليليتنا ادفعنا حق غالي كتير وحافظنا عليها والكل ما اعترفين باستقليليتنا لا ميل أغرانا ولا فساد نخرنا ولا عقوبات أرهابتنا ولا تنمر أخضعنا بقينا قاصيين على كل شي بحد من استقليليتنا صح صح أنه نحن تقيار فقير مادية هلأ اليوم كل واحد جاي منكم على العشا مش بس بتجوا بتدفعوا صح ولكن تيار غني بنسو وبيفكروا وبيكرامتو وبيتحرروا وبيستقليليتو وبيحريتو وهالحرية بأخذ القرار ما قدر حدا يمثلنا فيها لأنه منعمل قناعتنا ومصلحة بلدنا ومننتبه بزيت الوقت على تيارنا وما لح نسمح للي ما قدروا يخرقونا من الخارج أنهم يخرقونا من الداخل ولا أنهم يخرقوا فينا من جواتنا ممنوع اللعب بالتيار من جوة التيار بده يبقى منيع وقوي ومنعته من فكره ومبادئه وأخلاقه وعدم الإنجرار وراء سياسات مش إله وبدأ لكم تمنضيع التيار دخل الحكم ليصلح ويغير ويعمل دولة مش ليصير جزء من المنظومة يلي وصلت الدولة لهون نحكي مع المنظومة نتحاور معه نتفق على أمور لحتى نحاول ننجس شي منيح للبلد بس ما منصير جزء مننا بمجرد أنه نحن معه بحكومة أو بمجلس نواب وهيدا الشي التبس عكتير من الناس بـ 17-20 لما حسبونا أنه نحن من المنظومة ويمكن يمكن التبس على قليل بالتيار لما صاروا مفكرين أنه ما علي إذا صرنا منفكر مثل هالمنظومة أو منعمل مثله أو منتضامن معه ضد مصالح الدولة والناس فينا نقول اليوم مش قادرين نصلح هالموضوع أو نغيره لأنه وحدنا فينا نقول لأنه ما معنا أكترية فينا نقول لأنه ما خلونا بس ما فينا نسلم بعجز دايم ونستسلم إبلين بهيدا الواقع ومتعيشين معه لبل نصير جزء منه ومساهمين باستمراريته تيار عنده قضية وعنده مبادئ وصار مؤسسة عنده سياسة وعنده نظام هو دستورة منعدله هالنظام لما بيلزم مثل ما منعمل كل سنة كل سنة منعدل فيه لأنه عم نتطور لأنه عم نسمع على طلبات المسؤولين فيه وللمنتسبين فيه مثل إلزمية حضور حد أدنى من الاجتماعات بالهيئة السياسية والمجلس السياسي شو يعني واحد عضو بالهيئة السياسية بس ما بيحب يجعي اجتماعاتها شو هيدين أو إلزمية الالتزام بسياسة التيار من قبل الناس يلي منعينهم بمراكز مسؤولية مثل النواب أو الوزراء مش منضال نتعرض للطعن بالظهر وعدم وفاق من يلي منوصلهم لمراكز مسؤولية نحن ما عم نطلب من مسؤول يكون عنده ولئ شخصي عم نطلب منه يكون عنده ولئ للتيار لما منختاره على موقع المسؤولية يلتزم بقرارات التيار وبسياسته شو يعني قبل ما يتعين بيكون بيلتزم لما بده يتعين بيقعد انه لح يلتزم ومن بعد ما يتعين بيبطل يلتزم التيار هيدا حزب وفيه مسؤولية يلي بده يكون فيه بده يلتزم وقال ما بيكون فيه شبعنا خيانة شبعنا خيانة والكل بيقولولنا وعن حق ليه بيصير معكم هيك يا ما ناس بيقولولي طب انتو ليه بيصير معكم هيك كل هالناس يلا بتوصلوها وبتترككم بتكون الجواب ما فيه اشاطة بتعين نا اشاطك الجواب لأنه عندنا كتير حرية وديمقراطية بس الأمور تخط تحدود الحرية والديمقراطية صار يتفوضى النظام منلتزم فيه ومنعدله حسب الأصول لما بيلزم وكان لازم علينا انه نعدله بانه اختيار النواب مش بس بيخضع لأستطلاع رأيه بس كمان لتقييم الشخص اذا اذا بيلتزم او لا تصوروا منوصل نايب بأصوات التيار بس ما فينا نضمن التزام بكتلة التيار لأن ما منعرف اذا رح يلتزم ويصوت معنا او ضدنا تخيلوا تخيلوا لو بصير هيك بحزب تاني بلبنان او برا لبنان تسترجوا تبعتوا انتخابات فرنسا الاخيرة وشفتوا كيف على الهوى وبدقيقة انطرد نواب من احزاب لأن ما التزموا نحن صار قلنا اكتر من سنتين عم نطول بالنا تتخيلوا نايب من احزاب تانية لبنانية بيصوت بمجلس النواب لمرشح لرئاسة الجمهورية خلافا لقرار حزبه وبيبقى فيه او بيطلع على الاعلام وبيبقى فيه او بيعمل سفرات ولكاءات واجتماعات ومبادرات وسياسات مغيرة لسياسة حزبه ومن دون علم حزبه وبيبقى فيه على ترويقه وشا حطوه ترويقه ما حمله تويت ما بيحمله لهيك لهيك الحفاظ على التيار بالنهاية بدي لكم الحفاظ على التيار اهم من الحفاظ على اي فرد فيه لانه التيار اكبر من اي فرد فيه اكبر مني انا واكبر من اي واحد مننا نحنا التيار اكبر مننا كلنا وبدنا نحافظ عليه بعيوننا تيبقى قوي وانا بوعدكن انه لح يبقى اقوى والانتخاب جهي ادمنا هش تو عش التايار وعش لبنين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر